أصدقائي المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نتطرق فيها اليوم إلى ملف النزوح التعديات على الأملاكة الخاصة والعامة شو عم بيصير ببعض المناطق وخصوصا التهديدات من وجود نازحين مسلحين تبهين لحزب الله ببعض المناطق هل نحن على أبواب فتنة؟ إن شاء الله لأ هذا الموضوع رح نتطرق له اليوم مع ضيوفنا بملف رح يستضيف رئيس حركة الأرض أستاذ طلال الدويه بشير مطر رئيس بلدية الآع اليوم عضو المكتب السياسي رستم الصعيبة ورئيس بلدية كوكبة أما البداية فها رح تكون من بعض اليوم القطاعات اللي رح نسلط الضوء عليها في قطاعات طبعا تعاني تتراجع في قطاعات غزائية تتقدم ولكن في نقص بالعمالة اليوم كانت يمكن بعض القطاعات صدر إلى الخارج وضع اليوم خلينا نحكي عن قطاع الدواجن بلبنان مع ضيفنا اليوم رئيس النقاب الليبناني للدواجن وليام بطرس أهلا وسهلا فيك صباح الخير لأليك المستمعين نحن بنعرف أنه قطاع الدواجن بيكفي لبنان ومنى بحاجة لنستورة الدواجن من بلا شو الوضع هلأ بزمن الحرب؟ يعني هو الكطاع الدواجن الكطاع الوحيد هاي من حب نكررها يلي دايما بيأمن المصدر الوحيد للبروتيين المنتج بلبنان وهو هيدا ركن أساسي بالأمن الغذائي لللبنانيين هلأ نحن وضعنا مثل وضع لبنان لأنه نحن منتشرين على مساحة الوطن وفي مناطق الاشتباكات ومناطق الأصف أكتر من الاشتباكات هونيك في مزارع دمرت كليا في مزارع خرجت عن الخدمة هيدا بما يختص بالسابلاي طبعا الفروج على السوق عم نحكي حوالي 15% من إنتاج الدواجن خرج عن الخدمة هلأ بذات الوقت كمان حركة النزوح حركة الهجرة نحن حسب أرقامنا في أكتر من 630 ألف شخص صاروا تركين لبنان يعني عم نحكي أكتر من 10% من لبنان ترك وهولي كلهم يعني كانوا مستهلكين مستهلكين وبذات الوقت حركة المطاعم تراجعت للمستوى الأدنى والسياحة مفقوضة يعني نحن عم نلحظ تراجع حوالي 25% بالمية بالاستهلاك يعني عنا فائد اليوم بلبنان من الدواجن صراحة من قبل الحرب وطابع مع الحرب دواجن في فائد كبير فيها الأسعار انخفضت بشكل ملحوظ نحن متراجع السعر عن التكلفة أقل من التكلفة بين 30% وال50% حسب المنطقة اي بس خمح لك أنا قبل الشهر كنا عم نحكي عن ارتفاع بأسعار بالصيفية اي بس كان في ارتفاع بأسعار دواجن صحيح تب ليش صار بالصيفية مع أنه فيه كان حرب جنوب طبعا يعني من بعد ما تمددت الحرب وصارت شاملي نعكست على هيدا القطاع أكيد هلأ نحن بسائبة القطاع الدواجن نقوله يعني عم نتعمل مع أمور حية هلأ بالصيفية قبل الصيفية بشوية بلشت كان فيه شوية أمراض بالمنطقة وكان فيه تأخر بالإنتاج يعني كان كمية الإنتاج أقل من الاستهلاك هيدا تقريبا بشهر 8 تاني نص من شهر 8 تحسن الإنتاج خفت الأمراض وطلعنا من هالمشاكل هاي ومن بعدها رأسا صارت الحرب الكبرى يلي خفضت الاستهلاك بشكل ملحوظ ونزلنا لمدون التكلفة نحن الأسموع الماضي كان عم بيتسلم الفخد بدولار الكيلو يعني عم نحكي أرخص من الحبوب أرخص من ال وبعض الوضع على ما هو عليه لليوم فيه تحسن ملحوظ بالأسعار بس بعدنا دون التكلفة نعم طب يعني محدود مش مرحوظ دي رح تقدروا تستمروا كقطاع دواجين بيظل عدم الربح يعني متل ما عم تقول حضرتك يعني هي وضع منه سليم يعني نحنا لازم يصير فيه حركة على الاستهلاك أكبر من هيك لحتى ليقدر يتصرف الإنتاج الموجود خصوصي أنه صبل التصريف الأخرى مثل التصدير والغيرها فيه كتير بواب مسكرة وطرق التصدير كمانا محدودة المعابر البرية مقصوفة ما فيها الحركة البواخر زيتة للتصدير ونحنا بكل الأشياء اللي فيها أمن غذائي في كتير دول عاملة حمايات لحالة بس نحنا ما كنا عاملين حمايات نحنا عنا منتج اللي هو قطاع الدواج نبيك في السوق المحلي وكنا عم نستورد وهيدي كان فيه وقته عن جادة يعني فيه مشكلة وتوجهته إلى وزير الزراعة وما منعرف شو عمل بهالإطار كان عم يعطي إجازات للإستيراد يعني نحنا دايماً مندعي الدولة اللبنانية إنه تعامل الدول التانية بالمثل بالاتفاقية التبايد والتجاري هلأ هيدا الأمور ورانا نحنا عنا فائد هلأ وبدنا نشوف كيف بدنا بدنا نصرفه هيدا هو الأساس اللي عنا هلأ نحنا فيه كان تصدير من لبنان للخارج مصنعات هلأ أغلاق كنات السويس أثر على بعض النقاط اللي ممكن نحنا نصدر لها ضرب المصنع مثلا؟ ضرب المصنع أثر على طريق العراق إيه بس فيه معبر العبودية كانوا عم ينحك عنه صحيح بس بس بيضل عندك خوف نعم يعني كيف مسافة أطول بيصير السعر أكتر كمان أغلى كمان كل هيدولي بيأثروا اليوم بتأخر الإدارات الرسمية مع كل الجهد اللي عم تعملون احنا بنفهم الوضع بس المختبرات الغيابات المشروعة بقلب الإدارات الرسمية شو يعني الغيابات المشروعة؟ شو بتقصد فيها؟ يعني اللي نضرب بيته وما حضر على الوزارة بعدها وزارة مركزة بيروت وهو صار ساكن بعكار بدنا ننطره بلا بان ما يقدر ينظم أموره لا يقطع بقى فيه خلل عم بيشتغلوله بالدولة لحتي ليقدروا يمروا أمور بس ما تزبط إلا ما تخلص الحرب نحنا قطاع حساس قطاع موجود على مساحة لبنان الإنتاج اللي نحنا عم ننجو مخطط لقلو من سنة ما فينا نحنا نخفض الإنتاج سريعا بقى ما فيه إدراء إلا أنه يا أما تخلص الحرب وتنتظم الحركة الاقتصادية يا أما يزيد الاستهلاك بطريقة تانية نحنا عم نحكي عن مناطق كان فيها مزارع وأقفلت مثلا بدنا نحكي عن جنوب العديد من المزارع أقفلت النسفت ما بس أقفلت النسفت وبمناطق أخرى دخل عليها وتلغمت وتفجرت كمان وفيه مناطق أخرى لما اليوم مش الإنتاج ما بعده هو يعني تراجع الإنتاج صحيح دواجن قطاع الدواجن صحيح هلأ هو تاريخيا قطاع الدواجن تربيته تركيزها هي بشمال لبنان وجبل لبنان نعم الفروج والبيض بالبقاء المناطق اللي خرجت عن الخدمة هي تعتبر مش أكتر من 15% من إنتاج لبنان بس الاستهلاك بالمقابل نخفض أكتر من 15% نعم بس شو بدنا نقول يعني اليوم نجم نتوجه لوزير الزراعة أنه عن السبل إلى التصدير ما فينا نقول للناس شسروا نجاج وكروا شد نجاج يعني يعني لا ليش يعني اليوم يعني إذا مش بمقدورهم يعني اليوم نحنا عم نحكي إذا مش بمقدورهم أرخص من البكوليات هاللي عم تتوزع بالإعاشات يوم كيلو الفصول يوم بسوبر ماركت دولارين ونص نعم كيلو الفروج كيلو الفخط دولار دولار ونص ستة دولار ستة دولار يعني أغلى شيء في أربعة ونص نعم عم نقول عم نقول أنه تراجع طبعا قطاع الدواج بأسعاره بلبنان بعد ما ارتفع بالصيفية عم نقول للمستهلكين وخصوصا أنه هيدا بروتيين طب اليوم ماذا عن الأعلاف يعني اليوم فيه سهولة باستيراد الأعلاف ذاك الفترة عم بتزيد نتيجة مثل ما قلت مثلا إغلاق قناة سويس ضرب المصنع في معابر سكرت بالجامل يعني صح هلا نحن الأعلاف مناخدها بنستوردها بالبحر نعم وفيه احتمال تنزل بمرفق طرابلوس ومرفق بيروت الأعلاف بتجي بواخر دكمة منها منها كومتينر يعني بتجي مخصوص شحنة كاملة لفرد زبون بقى هون بصير بالتفاوض نحن ومالك الباخرة فيه ناس بترضى تفوت على منطقة خطرة وعلى مسؤوليتها وتصوف بنضل يضل لعننا قبطان الباخرة قبطان الباخرة هو بياخد القرار الأخير إذا شاف الوضع مش مناسب فيه فل بقى الحد هلا الأعلاف موجودة بس نحنا بندعي كمان هون دولة تسرع بإجراءات الفحوصات والإدخال طبعا المنتجات لأنه المستورة دي لأنه نحن هون تحت رحمة قبطان الباخرة بس حكيتوا مع هالدولة بتقصدها أي ممسطلة بوزارة الزراعة نحن هون بس وزارة الزراعة ومختبر جامعية البحوث ومختبر الفنار نحن حكينا معهم بس عرفنا أنه عندكم معاناة مع قطاع الطاقة والكهرباء يعني هيدا كمان عم بتزيد الطين بلي حكيتوا أكتر من مرة بهالموضوع شو صار يعني نحن بالإجمال نحن منتكل آخر شي على المزوط لأنه المزارع نحن منشي المصانع على جنب المزارع بغالبيتها بمناطق نائية المزوط طالما متوفر بالبلد طالما نحن عنا قدرى على تلبية الإنتاج كامل هلأ ما بخفي أنه كتير من المزارعين من السنة الماضية لا لا جربوا يزيدوا خزينهم من المزوط لحتى ليستمروا لفترة أطول بس كل لبنان بالنهاية معلق بكمية المزوط الموجودة فيه هي بتشغل كل المصانع بتشغل كل الإدرة التصنيعية والإنتاجية بالبلد أكتر من البنزين الأساسية طيب ماذا عن العمالة بنعرف كتار من العمال تركوا لبنان والقطاع الزراعي بيعاني القطاع الصناعي بيعاني ماذا عن قطاع إنتاج الدواجين هل عندكم مشكلة مع نقص العمالة هيدا مشكلة كبيرة بمناطق اللي فيها خطر مثلا يعني المزارع بالجنوب في كتير مزارعين ضلوا مصررين يبقوا حد ما زرعهم ولكن العمال يلي عم بتساعدهم بالمزارع هربت مش مضطرين يعني مش رزقهم مش مضطرين ياخدوا هيدا الخطر اللي موجود هلأ بمناطق تانية ما صار فيه زياد المشاكل يلي صارت بالجنوب يعني نعم بس اليوم مش أي عمالة يعني بيمشي حالة بقطاع الدواجين بدا تكون مدربة طبعا مش هيك مدربة تعرف تستخدم تقنيات الحديثة بتربية الدواجين وهيدا كمان بيأثر على كفاءة الانتاج وزيادة الهدف مش هيدا بات عصير صحيح مزارع بالجنوب يعني ما فينا نحكي بقى عن عن عمالة يعني في معاناة يعني أصح صح صح ما بقى فيه إدراء لخدمتها لهذه المزارع فيه كمان عدد من المسالخ يلي هي شوي بمنطقة خطرة كمان هيدا توقفت لأنه بديك عدد معين خطوط انتاجها بديك عدد معين من العمال يلي بيعرفوا شو لازم يعملوا بنفس الوقت متواجدين وهذا الشي اللي في كتير صعوبة لتأمينه ماذا لو زادت يعني اليوم الكهرباء فواتيرة لأنه انتوا قطاع دواجين بيعتمد على التدفئة تبريد بالمزارع ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء هل ممكن يأثر عليكم على قطاع انتاج الدواج بلبنان اكيد بيأثر بيأثر على المصانع اولا الاعلاف والمفائس والمسالخ بيأثر بدرجة تانية على المزارع بسبب بعدها نحن بهالمرحلة يعني المزارعين يلي عم بيخسروا ويلي تكسرت مزارعهم وبدهم يعني لازم يكون في تعويض قبل ما تنزيد عليهم فواتير مرحلة مين بدو عوض عليكم اليوم حضرت رئيس النقاب اللبناني للدواج منشان هيك هيدا ما هو الوقت المناسب للمطالبة بالتعويض ولا لزيادة الفواتير بس حكينا بحلقاتها عن يعني الانفلونزا ويعني اللي ضربت بعض يعني دواجين عم نحكي عن زمن الصيف ما هيك وهلا نحن قادمين على الشتاء هل عم بتعانوا من خطر الانفلونزا اما مش الحال نحن هيدا الامور اول شي ما اجا ولا مرض له تأثير على الانسان نعم اجت امراض الى عليقة بالدواجين قطعت بكل الشرق الادنى ومصر كمان وكتر خير الله نحنا عنا قطاع جيد يعني وتخطينا هيدا الوصل اللي عنا مأخر وتخطينا هيدا المرحلة والانتاج تعافى والدليل فائد الانتاج الموجود واللي نحن مش عم نلاقي له قدرة لحتى لنصرفه طب اليوم قلت قطاع دواجن بلبنان بيشغل حوالي 20 ألف عائلة لبنانية واعتبر القطاع الانتاج الوحيد اللي بلب احتياجات اللبنانيين من الدجاج هو القطاع الاكثر تقدما وتطورا بين ظن زراء في المنطقة كدهش في عطلين عن العمل اليوم بلبنان من بالقطاع دواجن هلأ عم نحكي عطلين عن العمل عم نحكي من الأصحاب تلت المسالخ عطلة عن العمل و15% من المزارع اللي هو عدد عدد ملحوظ تاب اليوم مثلا وجهته انه لازم يكون في خطوات وقرارات سريعة من قبل الدوائر الحكومية شو بتقدر تعمل هلأ بي هالوقت تحديدا وليام بطرس نحنا منعرف أول شي يعطيهم العافية ونحنا منعرف أنه الأدرات محدودة توجهنا لهم عدة مرات بأنه ضرورة الإسراع بإخراج كل الشحنات من المرافق من الشحنات من المرافق لأنه نحنا تحت رحمة الكبتان الباخرة تاني شي بيهمنا نحنا المطار الشحن الجوي توقف سيصان الأمهات في صعوبة كثير لأستيرادة إلى لبنان وهي مبتجة إلى الطيران هم الناشد الطيران الشر الأوسط يأمن رحلات أو رحلات كارغو ونحنا مستعدين نفتفع فرق التكاليف لحتى نأمن استمرارية الأمن الغذائي إلى اللبنانيين كطاع الدواجين هو مصدر مش الجاج الوحيد مصدر البروتيين الوحيد بلبنان يعني مصدر الغذاء الأساسي لنستمر بعيشنا الوحيد بس اليوم يعني عم بتنشد على الهوى هل حملت التليفون هل صار في مطالبة هل صار في زيارات للمسؤولين اللي حضرتك عم بتسميهم لأنه أوقات ما بيسمعوا نحنا زرنا وزير الاقتصاد نحنا زرنا وزير الزراعة نحنا اجتمعنا كهيئات اقتصادية وكل النقابات عم بتطالب غير مثل احنا عملنا زياراتنا والنقابات البقية طالبوا ذات مطالبنا تقريبا لحد تالي شو قالوا لكم يعني عندهم وضع مع الموظفين مفهوم بس نحنا نحنا مستعدين لتمويل الـ 24 ساعة خدمة بالبور ومستعدين لتمويل وتنظيم استيراد شحنات السيصان الأمهات بالمطار بس يكون فيه نية لدى الوزارة ان هي تقلب لهيك دوامات ممقدورة اليوم هني عم بتخول بعضهم عم بيتخوفوا من انهم ينتقلوا لـ 24 ساعة ما بعرف ليش بس نحنا شوفي عندهم مشاكل نحنا مستعدين نذللها لما فيه مصلحة لبنان يعني والمستهلك اللبناني واستمرار الحصاني وهذا دليل نحنا المنتج تقريبا الوحيد المنتج باللبنان هي الدواجين نحنا نلاحظ انه معظم المنتجات صار فيه ارتفاع بالاسعار بالسوبر ماركت إلا الدواجين لأنه وطني نزل اسعاره بيظل الحرب هذا دليل على اهمية الانتاج الوطني بالامن الغذائي قديش بيقدروا تضاينوا بيظل هالوضع مستمرين نحنا ما حدا حيوقف بس اللي حيصير انه المزارع اللي هو اصغر بالحجم بيدضمن هالخسائر ضمن هالخسائر بدوا يوقف وبيستمر الاكبر منه ويلي هي مش صحية للقطاع هاي لأنه يرتكز القطاع اصلا على المزارع يلي هو مزرعته ملكه وعم بيدير بالو علي يعني مفروض اليوم معلاش المعنيين ولو انه يعني هو بالظروف الافضل ما كان الانتباه افضل على كل حال في قطاعات تترنع نتيجة الحرب احنا بدنا نحافظ علي لما فيه مصلحة اللبنانيين مصلحة الانتاج الوطني مصلحة يعني اللبناني بالأول لأنه بيقدر يعتمد على الانتاج المحلي مش على اللي بدنا نستوردوا من الخارج وليام بدرس عندك كلمة اخيرة رئيس نقاب اللبناني لدواجين اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان نحن منشكريك ومنتمنى انتهاء الحرب سريعا لعودة انتظام العمل الاقتصادي بالبلد ومنسأل الدولة انها تسهل تسهل امور الشركات بيدا الظرف نتفهم وضعها تتفهم وضعنا ونطلب منتمنى على المستهلك انه يزيد استهلاك واليوم افضل مصدر للبروتيين هو الواد والجاج وارخص اثنين بالسوق ونقطة على السطر شكرا لك وليام بطرس رئيس النقاب اللبناني للدواج الاصدقائي المشاهدين ومستماعين رح نستمر نحن وياكم لنحكي عن التعديات على الاملاك الخاصة والعامة بتصير مش لحتى نزيد الطينبالي لحتى نمنع الفتنة فاصل ونتابع مع ضيفنا رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي رئيس بلدية القاع بشير مطر ومعنيين تابعونا